حلقتنا النهارده حنتعلم مع بعض ايضا نستخدم resolution على البرينتر الحلوي والسبعمائة الـ 720 وطبعا الحلوته حилась تبعا مكون عن فاكرتين الفاكره الم fire سنتعلم كيف نقوم به من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب والفاقرا الثاني سنتعلم كيف نستخدم الـ пойд ayuda من الموبايل وعشان ما امقول اليكم يلا يبينينا نذهب إلى الفاكره الاولي وهي ايضاrom كيف نستخدم مازالضيه 하는 الكمبيوتر أو الابتوب يلا لابينينا اول حاجة في الحلقة اللي فاتت واحنا بنثبت تعريف البرنتر نزل معنا تعريف الاسكانار وهتلاقيه في سطح المكتب او ديسكتوب وده شكل اجفته عادي جدا كده يبدأ دلوقتي يخيارك يقول لك انت عايز تعمل سكان عن طريق اليو اس بي اللي هو كابل يو اس بي ولا عن طريق النيتورك اللي هي لاس الكيان فانا بفضل لما تيجي تعمل سكان اعمله عن طريق الكابل يو اس بي اسرع لك بكتير سنختار يو اس بي ونختار سيليك او او اتش بي سكان تنتظر لحد ما اللو دينج دي توصل للاخر بعد كده سيظهر لك القائمة اللو دمج دي ستلاحظ فوق مكتوب ايه اتش بي سمارت تانك 710-720 سيريس يو اس بي يبا احنا كده اتأكدنا ان احنا عنا نعمل سكان من اليو اس بي اول حاجة لازم نعرفه ان احنا بنعمل سكان عن طريق اول اختيارين اول حاجة البي دي اف وهي صيغة البي دي اف اللي هي مسندات اللي تقدر تعمل سكان لأكتر من ورقة وتحفظها في ملف بي دي اف واحد وحنشوف مع بعض ازاي الخطوات وثاني اختيار معنا مكتوب عليه Save As GPEG الجبي اي جي ده اللي هو صيغة الصور فعنجرب مرة كده ومرة كده اول حاجة هنعملها هنحط ورقة في ازايز البرنتر ولازم الكلام يبقى للاسفل والدهر الابض يبقى علينا ثم بعد كده هنجينا ونشوف اول اختيار مكتوب عليه اتيمس طايف هنسابها زي ما هي document بدل ما اختارنا بي دي اف يبقى هنسابها زي ما هي document تمام؟ ثانية حاجة مكتوب عليه Beg Size هنتأكد انها علي A4 ولو هي مش A4 تكة واحدة كده تمام؟ ونختار A4 على جديد ثالث اختيار معنا مكتوب عليه resolution وهو دكت او جودة المسح الضوئي لو فتحنا كده هنلاقي اقل حاجة 75 واعلى حاجة 1200 طبعا لو انت محتاج حاجة جودة عالية ورقة جودة عالية ورقة مهمة جدا بالنسبالك فانت هتخليها 1200 او 1600 لكن لو ورقة عالية جدا فنحن نخليها 300 رابع اختيار معنا مكتوب عليه color mode ومتحدده على color طول ما هي معمولة color كده فهي هتعمل اي حاجة تبكي الاصلف اللي انت حطيته في الازاز يعني لو هي اسود واللوان فهي هتطلع اسود واللوان لكن لو ضغطت كده سيظهر ال gray skill تمام؟ ثاني اختيار ثاني اختيار health tone رابع اختيار black and white زي ما عرفنا هذا color دي دلوقتي هذا gray skill ده اللي هو التدريجرامودي حاجة شبيهة للأبيض والسود لكن كل حاجة تبقى رمضية حتى لو الوانها تبقى رمضية هذا الفتون محدش لعرف فيها جربتها مكتش حاجة كويسة black and white هو gray skills اللي فارم بينهم ان black and white هيبقى كل حاجة أبيض والسود اما gray skills ده هيبقى هو أبيض والسود بس يفتح شوى فانت سيبها على color او سيبها زي ما تحق خلصنا كل حاجة احنا عايزنا هنتقى على scan اهي بالطريقة دي كده طبعا احنا كل ما نعلي في جودة resolution يعني لو خلناها 600 او 1200 الاسكان هيبقى بوطيق شوية بس هيطلع جودة عالية جدا فانا لو حاجة مش مهمة بخليها 300 زي ما نشاهد كده نظهر لنا بالشكل اللي ده هو ده الاسكان بتاعنا الروتات ده اللي هو بتقلب الورقة كده هيبص قلبت معي ازاي لو هي يعني عملت الاسكان مقلوب بتوقت بتعمل كده لحد ما تزبطها دي بتلف مليمين وده بتلف عشر مليمين طبعا الاختيار دي خاصة بالتعمل والتفتيح وكلام ده انت لو شايف انها باحتنا شوية او فاتحة شوية بتعود تزبط فيهم لحد ما توصل للكسافة اللي انت عايزة خلصت كل حاجة انت عايزة خلاص وعملنا الاسكان بتاعنا وبنتقى على save اهي بالطريقة دي كده بيفتح لك قائمة يقولك انت عايز تحفظها فين انا مسلا احفظها على تسكتوب ونخليها اهي save او زي ما شايف فتح لنا المكان اللي اتحفظ فيه اهي وانا كده محفوظة في التسكتوب بتحت ايه نفتحها عادي جدا كده الورقة اللي انا عملتها اسكان ايه زي ما انت شايفين ممتازة جدا طب افرد الوقت فيه ورقة تانية وعاوز اعمل لها اسكان الموضوع بسيط جدا هنبدأ نشد الورقة اللي موجودة عزيز البرينتر تمام؟ ونضيف الورقة التانية اللي احنا عاوزين نعمل لها اسكان تمام كده ونقفل باب المسح الضوي بعد كده هنيجي تحت هنا مكتوب هنا زائد علامة الزائد اللي هي اضافة ورقة تكتب واحد عليها بس كده طبعا نتضبط الاعادات زي ما احنا تعلمنا ونختار اسكان هتلي هنا مكتوب هنا ايه نيو ايميج يعني فيه صورة هتتضاف دلوقتي احيان او فيه ورقة عامة هتتضاف او خلصنا خلاص اضافت معيها تمام؟ ممكن تعمل لورقة تالتة نفس الكلام بردق اهي هنعمل لها اسكان هنحفظ ثلاث اوراق في ملف بدي اف واحد وحننشوف مع بعض الوقت لما ديجي نخلص ونفتح ملف بدي اف هي بشكله عامل ازاي او زي ما شايفين خلصنا ثلاث اوراق هنعمل سيف وحنبدأ نحفظ الملف في المكان زي ما احنا عرفنا كده او ممكن تحفظه في المكان اللي انت عاوزه هنفتح الملف اللي حنعملته سكان الثلاث اوراق تمام وهذه الورقة الثانية وهذه الورقة الثالثة طبعا الورقة الثانية قررتها مراتين لذلك سوف افتح وضع ورقة واشيط ده حاجه كروكي يعني كمثلا افرد دلوقتي انا عملت سكان الورقة من الاوراق دي واطلغبطت فيها وعزم صحة تمام؟ هقف على اي واحدة فيهم اللي هي انا اطلغبطت فيهم تمام؟ وهنعمل الاختيار ده اللي عليه اكس زي ما شايفين كده عمل اكس يعني اطلغت سوف تحفظها كيفية سوف نحفظها في اي مكان عادي جدا ننتظر لحد ما تتحفظ معنا نفتحها عادي جدا طبعا ملف البي دي اف ده تستطيع تحفظ فيه ولا مليون ورقة عادي جدا ليس ورقة ورقة تانية اول ورقة ورقة تانية ورقة مكتوب هنا اثنين على اثنين كده اتعليدنا كيف نعمل اسكان لملفات البي دي اف طبب دلوقتي انا عايز اعمل اسكان بصيغة جي بي اي جي نرجع لباك تاني نرجع للقائمة الرئيسية ونختار سيف از جي بي اي جي طبعا فوتو اي فور ريزولوشن انا افضل لما تيجي تعمل اسكان بصيغة جي بي جي اللي هي الصور نعلي الريزولوشن اللي هي الدقة ليس 300 او 400 او 600 ستبقى أبطأ لكن الجي بي جي تحتاج جودة اعلى الصور يجب ان تكون جودة جيدة المستندات عادي جدا نضبط كل شيء ونختار اسكان وتعلمنا كل ما الدقة تبقى أعلى كل ما هتلاقي الاسكان بطيق شوية بس هتبقى حاجة كويسة طبعا زي من شايفين مفتحش حتة الاضافة تاني ان صورة جي بي جي او الصور عامة تحفظ كل صورة صورة وصورة لوحدها يعني عملنا اسكان دلوقتي لازم تعمل سيف خلاص اتحفزت لوحدها وعملنا صورة تانية سورة تالتة سنوضح مع بعض الوتي الكلام ده معناقي خلصنا كل حاجة اهي سيف ونختار المكان الذي تحفظ فيه اهي يعني مفهاش حتة اللي احنا نحفظ كزا ورقة مع بعض لا كل ورقة او كل صورة مفرلة لوحدها او زي من شايفين فتح لي الصورة اوتوماتيك مكان الصورة اوتوماتيك قصي يعني نفتحها دي جدا كده او زي من شايفين لو قربنا كده هنلاقي الكلام واضح جدا او بص الكلام واضح جدا ده الاسكان بشتة مال وعملنا 1200 هتبقى وضح بس سيك هتبقى بطيقة معنا هتبقى بطيقة جدا كمان وبص لو جلنا عملنا بقى اسكان تاني لنفس الصورة بس هنقل الجودة عشان تبقى اسرع معنا تمام ؟ وعملنا اسكان ايات هتحفظ في الصورة منفردة اللي واحدها بعكس ملفات البي دي اف يعني ملفات الج بي اي جي كل ورقة بصورة منفردة ملفات البي دي اف تستطيع تحفظ اكتر من ورقة في ملف واحد لدينا نقوم بسييل نختار المكان التفقى او تحفظ فيه الاسكان طبعا عندما خفنا الجودة شوية ما عملتش سكان من ثاني فالاسكان بقى سريع لكن عندما هتعلي الجودة الاسكان هبقى بطيقة كما ترى يتحفظ الاسكان كل ورقة منفردة الموضوع بسيط وصلنا مع بعض الفكرة الثانية وهي خطوات استخدام المسح الضوئي من الهاتف الخطوات ازاي؟ تعال نشوفه مع بعض اول حاجة الحلقة الابت لما عرفنا كيف نتبع من موبايل واكتفنا الموبايل بالبرنتر نزلنا برنامج اسمه HP Smart اللي هو قدامكم هنفتحه عادي جدا لازم الاول تكون معرفة الموبايل بالبرنتر هنزل تحت شوية كده ونختار اختيار اسمه برنتر سكان نفتحه عادي جدا لازم نعمل انشاء حساب هنختار انشاء حساب ويطلب منك اول حاجة هنا انك تكتب الاسم عادي جدا وهنا اسم العيلة وهنا البيت الكتروني وهنا كلمة المرور بعد ذلك هيفتح لك الاسكان عادي جدا ومش كل مرة هتدخل كلمة المرور والحساب تمام؟ دفعه انك لو حزفت البرنامج وعدت تثبيته مرة تالية يعني او لجعنا خطوة وراء كده تمام؟ واختارنا برنتر سكان او فتح معنا ملف الاسكان وزي ما انت شايفين اذا الوجه ا arranق 20 زي ما انت شايفين مكتوب دوكمانت انت دلوتي هتعمل اسكان بصيغة البيدي اف زي ما عملنا في اللابتوب تمام؟ ولو ضغطي كده انت Wayne public O 사 الرأore اللي هيmunو سجرب مرة كده امرأ كده هنختار اول شيء دوكمانت عايزين بقى ن millijkad هدف م recompon شايفين الكثير من الساهم Burg em الضغطة يروح اعثار لك اعديدات الاسكان اول حاجة بيشي سايز اللي هي ال اي فور لو ضغطنا كده بتختار ال اي فور لو هي على اي فور خلص سيبها زي ما هي ثانية حاجة اختيار اسمه سورس سيبه زي ما هو ما رفيش اي مصدر تاني صاحب الاسكان عندك في الاسدار سيبها زي ما هي ثالث اختيار المكتوب عليه ريزولوشن لو ضغطنا كده هيزار لك اعلى حاجة 300 سيبه على متين زي ما هي ما رفيش اي فرق رابع حاجة لو ضغطنا عليه فيه color وفيه black ما فيش بقى gray scales وهي الفتون والكلام ده عندك color اللي هو عاي بقى اسود والوان وعن لك البلاك اسود بس فعناختارها زي ما هي او نسيبها زي ما هي ثبتنا كل حاجة هنرجع خط الورا ونختار اسكان وتنتظر بقى لحد ما الورقة تظهر لك قدامك هنا احنا كده بنعمل بصيرة ال pdf مش gpg يعني صيرة الملفات او المسنادات وانا بيقول لك scanning جو scanning is complete الورقة تظهرنا زي ما نشايفين كده قبل ما نتكى على نيكست اللي فوق على الشمال دي هنختار full اهي لازم نتكى على full الاتحة دي يما تختار auto auto دي بقى هتقول لك انت عايز تعمل كده بص عايز تحدد الاسكان بتاعك ازاي يعني عايز تعمل نص الورقة كده مثلا عايز تعمل الورقة كده لا لكن لو ضغطت على full يعني انت بتعمل اسكان او تعمل حفظ الورقة كلها ونختار نيكست بيقول لك هنا بقى وعندك ورقة تانية عايز تضيفها على نفس الملف pdf قبل منحفظها بتشيل الورقة الموجودة على ازايز البرنتر عادي جدا تمام ايه انا حاشل دلوقتي وعندبا نضيف الورقة التانية اهي شايفين فوق مكتوب عليه added اهي نختارها كده ونختار اسكان كده عندي فورقة تانية في نفس الملف pdf او زي ما شايفين دي الورقة التانية هنختار full نفس الكلام ونختار نيكست او زي ما شايفين كده اهي دي الورقة الاولى وهي دي الورقة التانية طب افرد الوقت يفي ورقة منهم انا عملتها غلط وعيز امسح اعملي شايفين ثلاث نقط اللي على كل اول ورقة كده اعيد كده مكتوب edit وreplace وdelete ادت دي لو انت عايز تزبط اليداقة بتاعتها ريبليز دي لو انت عايزت تستبدلها بورقة تانية delete دي بقى انت عتمسحها تمام؟ فانت بتزبط كل حاجة وخلصنا خلاص بنختار save التاحدي طبعا ممكن تكتب اسم الملف ده مثلا انا هقول احمد اي اي سبب بتاريخ اليوم ما فيش اي مشاكل واندي بنخليها basic pdf اهي basic pdf ونختار save ونختار حفظ في اي مكان او دلوقتي بيقولك your files has been saved يعني كده الملف اتحافظ نختار اوكي ودلوقتي الملف ده اتحافظ في مكان المساندات مكان pdf طب نروح له ازاي؟ هنروح على ملفات pdf عادي جدا ونختار الملفات كده ونختار على هذا الجهاز نبدأ بعد ندور على اسم اللي احنا سمينا بي الملف اللي احنا عمل نسكان او زي ما نشايفين كده اهو احمد نفتحه عادي جدا اهو الاسكان بتاعنا لورقت نمرة بعض اهو ما ده بسيغة pdf طب دلوقتي انا عايز اعمل اسكان بسيغة الجي بي اي جي شايفين اللي فوق اللي جمي كلمة preview كده ونختار اسكان عادي نعمل اسكان من جديد بس المرادي بسيغة الفوتو ايه ونختار اسكان طبعا الاسكان الفوتو او الجي بي جي مش هتحافظ مع ملفات pdf لا هتحافظ في الاسطوديو او الابوم الهاتف وحنشوف مع بعض دلوقتي حلم او scaring is complete خلصنا كل حاجة نعمل full نعمل next خلاص هنعمل save سيب الاسم الفويل نيم ده سيبه زمان عادي عايز تعدينه فيش اي مشاكل ونتأكد ان هي image gpeg مش pdf basic هنختار save كده هي المفروض لو دخلنا على الابوم او استوديو الهاتف نلاقيه او هنروح على الابوم او استوديو الهاتف كده السورة موجودة كده عرفنا ازاي نعمل اسكان مرة من الكمبيوتر ومرة من الهاتف ودلوقتي انتهينا من الموضوع حالة النهاردة اتمنى ان اعجبكم اتمنى ان الموضوع يكون ان اعجبكم منتظر اي سفسر لكم بخصوص طبعات كان معاكم احمد السعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته